أشجار ومنح وجوائز وغيرها من المبادرات التي قدمت باسم شرين أبو عاقلة شهيدة الكلمة وصوت الحق كلها تحمل مشاعر الوفاء والإخلاص وتؤكد أن الرواية الفلسطينية لم ولن تسقط وأن الأجيال القادمة التي كبرت على كلمات أبو عاقلة ستبقى حافظة وحامية للهوية والإرث الوطني فتكريما لروح الشهيدة شرين ووفاء لمسيرتها النضالية في فضح جرائم الاحتلال وإيصال رسالة شعبها إلى العالم أطلق معهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس وتحت رعاية رئيسها الدكتور عماد أبو كشك اسم شرين أبو عاقلة على بوابة المعهد نلتق اليوم في رحاب معهد الإعلام العصري بجامعتكم جامعة القدس الفلسطينية وذلك لتدشين بوابة شهيدة الكلمة والحقيقة التي استشهدت وهي تؤدي واجبها المهني الإعلامية الفلسطينية الكبيرة المتميزة والمراسلة الإخبارية المبدعة لشبكة الجزيرة الإعلامية في فلسطين منذ العام 1997 والتي أحبها كل أبناء شعبنا ومتابعي فضائية الجزيرة في كافة أنحاء العالم العربي وكل أحرار العالم يصعب الحديث عن زميلة وصديقة تقاسمنا معها قيضة البدايات وتباريح الألم ووجع الفقد للعديد من الزملاء الذين سبقوها إلى عليين شيرين واحدة من الصحفيات اللواتي حفرنا اسمهن بعرقهن وسجلنا حضورهن الوارف بمهنية عالية بوابة شيرين أبو عقلة التي دشنت في معهد الإعلام العصري بحضور عائلة الشهيدة ومشاركة رسمية جاءت ضمن افتتاح فعالية اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تعقده الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة الصحفيين وجامعة القدس وتناقش الانتهاكات الواقعة على الصحفيين في فلسطين وآلية الحماية الدولية لحقوق الصحفيين شيرين أصبحت أيقونة الإعلام وحرية الكلمة ليس فقط في فلسطين والعالم العربي وإنما في العالم واستشهادها جاء ليسلط الضوء على المخاطر الكبيرة والجرائم التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيين قبل ثلاثة أيام أعلن الاحتلال أنه لن يفتح تحقيق جنائي في مقتل الشهيدة شيرين أبو عقلة نقرأ من هذا التصريح ثلاثة أمور أولا يؤكد ذلك ما يدعو له الفلسطينيون دائما بأن الاحتلال ومحاكمه ومنظومته الفاشلة لن يحقق لنا العدالة وبالتالي ننشد العدالة في المحاكم الدولية ثانيا هذا اعتراف ضمني من الاحتلال بأنه الذي قتل شيرين أبو عقلة لكنه لا يريد أن يفتح تحقيق جنائي في ذلك وهذا نص اللي بيقرأ نص التصريح الإسرائيلي هو اعتراف ضمني وواضح لأنهم قالوا لا توجد نية أو لا توجد قصد جنائي هم لم ينفوا الحدث لكن نفوا القصد الجنائي وهو تأكيد على صحة أنهم هم الذين قتلوا شيرين والأمر الثالث الذي نقرأه أن هناك خشة واضحة أن أي تحقيق جدي وذوم صدقية في هذه الجريمة سوف يكشف أن قتل شيرين أبو عقلة لم يكن فقط متعمداً وإنما هو سياسة مصادقة عليها من أعلى مستويات في الحكومة الإسرائيلة وهي قاومت الاحتلال ووثقت الاحتلال بكاميراتها لعملياً كشف زيف الادعاء الإسرائيلي والحفاظ على الوعي لأن المعركة على الوعي والمعركة على الحقيقة ولكن حتى بعد استشهادها استمرت في كشف جرائم هذا الاحتلال في الجنازة وفي الاعتداء وأصبحت ما رأيناه أقوى من ألف كلمة ومن ألف مقال وكل ذلك بفضل شهيدة فلسطين شيرين أبو عقل كما كرم الحضور عائلة الشهيدة وزملائها فتكريمهم هو احترام وتقدير ورد جميل لهم الذين رغم جرحهم وحزنهم ما زالوا يؤكدون على وجوب استمرار المسيرة النضالية في كشف جرائم الاحتلال فالنتينا أبو حامد تلفزيون فلسطين